بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا أصدق تعبير على الحياة اللي بنعيشها في الوقت ده بالذات هو إن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الحياة مدرسة يعلمنا فيها من أنواره سبحانه وتعالى لكي نعمل نعمل ونذهب إليه سبحانه وتعالى وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون إذن هذه الحياة مدرسة نتعلم فيها دروسا الذي يعلمنا فيها هو الله وعلم أدم الأسماء كلها فالله سبحانه وتعالى يعلمه وعشان كده في حكمة في قصة مليئة بالحكمة بتقولي أن في شخصين كانوا ماشيين في الطريق وكل واحد منهم بيقول لنفسه أنا مش هاوصل للمكان اللي أنا عاوزه فلذلك هو بيقاعد يحطم في نفسه فما بيوصلش للمكان اللي أنا عاوزه لكن في واحد من الاتنين مشي في الطريق من نفسية أنه هو أكيد هيوصل طالما الطريق مفتوح والتاني قال لو كنت مش هقدر أوصل للطريق فلازم استسلم لازم استسلم للتيه وأفضل هنا يمكن حد لو أنا مستسلم هنا يمكن حد ييجي يساعدني وياخدني ويوصلني للمكان اللي أنا عايز أوصله وما طلعش عليه الصبح إلا واللي مشي في الطريق بأمله ووصل للمكان اللي هو عايزه لأنه بعد شوية بعد الشخص اللي وقف واستسلم كان هناك مدخل بعد مسافة مش قريبة ومش بعيدة مشي إليها الشخص ده ووصل القصة بتقول إيه؟ بتقول إن الشخص اللي استسلم وشاف إنه طاه مات في المكان مات جعان وعطشان وكمان مات وهو مكتئب محبط القصة بتحكي إن الحياة تساوي عدم الاستعجال الحياة بتساوي عدم الاستعجال إنك لو استعجلت النتائج وقررت إن الحياة حصلت وانتهت خلاص ده المعنى اللي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كلمنا وكلم سيدنا الخباب اللي أردت فيما رواه الإمام بخاريف صحيحي لما كانوا مسلمين بتعرضوا للأذى والتعذيب في مكة فراح لحضرة النبي سيدنا الخباب وقال لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ألا تستنصروا لنا؟ ألا تدعوا لنا؟ فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما وصف لهم اللي كان بيحصل في الأمم السابقة جاب لهم ثلاث أمور سن لله سبحانه وتعالى في التاريخ ثم ذكرهم بشيء وكفتح لهم باب من أجواب الغيب وبعدين قال لهم آفة لو إن هي موجودة عتدمر مستقبلهم قال لهم كان الذين كانوا قبلكم يقتلون ويذبحون ويقتب الرجل فيوضع المنشار على الرجل فيقسم النصفين وكأن سنة الله سبحانه وتعالى في من كان يطلب المعالي لابد إن هو يكون من أهل الجلد والصبر ولابد إن هو يكون من أهل الصدق وإن ربنا سبحانه وتعالى لما جعل المصائب والشدادة في حياتنا مش عايز يعذب العباد سبحانه وتعالى هو لا يريد أن يعذبنا ولكن يريد أن يهذبنا نتعلم الصبر ونتعلم الجلد ونتعلم اليقين في الله سبحانه وتعالى ويظهر في عبارة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له بعد كده وليتمنا الله هذا الأمر فبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأمن سيكون في أي وقت في أي وقت بيبشرهم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيبشرهم ببسط الأمن وتمام الأمر وهم يقتلون آه أنا بشاور على اللي إحنا فيه طبعا أنا بشاور وإحنا ليه بنتكلم بنتكلم عشان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما سبناش حضرة النبي بالمؤمنين رؤوف الرحيم بينا إحنا مش بس بالصحابة حضرت النبي بينا كلنا غوف رحيم وعشان كده اللي عملوا صلى الله عليه وسلم عملوا عشان المساكين والغلابة والضعفة الذين يقتلون وإحنا كمان وإحنا بنعيش معهم نفس الظرف ده فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يبشرهم بإن الأمن سيستهب وإن ده هيزول هيزول وإن إحنا الله سبحانه وتعالى لا يتركنا فيقول لنا إن الكون ليس كما نرسمه بأنه محل للراحة ولا الكون كما يرسمه الصيهينة ولا يرسمه كمان المتجبرين الكون بيد الله سبحانه وتعالى فإحنا في أوقات كتيرة بتصور لنا نفسنا أمره بسوء بأن إحنا في الحقيقة ممكن نغير الكون لكن الرجال بيفضلوا صادقين سابتين وعشان كده الله سبحانه وتعالى يقول من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل فسنة الله في الكون إن الشدائد لا تأتي في هذا الكون لكي يتعذب الإنسان ولكن لكي يمزق الإنسان ما وضعه من سيناريو لحياته ويخضع لتدبير الرحمن فالحامشة تكون على الوصف اللي احنا عايزينه من غير تعاب ومن غير ما تكون الرجالة بيظهر فيها أحسن ما فيها وأجمل ما فيها عشان كده جعل الله سبحانه وتعالى هذه البلاية لتخرج أحسن ما في النواية فربنا بيخبر القلوب وبيختبر القلوب ويختبر إرادات الناس هل ما في الباطن مثل ما يدعي الإنسان في الظاهر وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده لم يصرفوا ذلك عن ديني بيقول سيدنا الخباب إن كان يوضع ينشر نصفين لا يصرفوا ذلك عن ديني وبعدين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم حاجة مهمة إن الله سيتم هذا الأمر حتى نصل إلى أن تسير الضينة من الحيرة إلى حضرة موت لا تخشى إلا الذئب على الغنى هيرجع تاني ما فيش طريقة يتقطع ولا في قناعة توقف ولا في حد يقدر يمنع ما أراده الله سبحانه وتعالى وبعدين ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفة التي لو سرت إلى الناس هدمت حاته اللي هي الصفة إيه ولكنكم قوم تستعجلون الاستعجال قافة الأمم والأمم اللي هتصبر وتصمن هي الأمم اللي هتبقى وعشان كده سمات العصر خلتنا خلت ناس كتيرة جدا 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 مستعجلين بجدارة معنى إنهم مستعجلين بجدارة إيه إنهم مش يقدروا يحصلوا فضل الله ونعمة الله اللي موجودة في الطريق قلنا قبل كده إن الإنسان ظهرت فيه سبع سمات وكتير سمعتوها منه السمة الأولى الفردانية والسمة التانية المزاجية والسمة التالتة التشكك والسمة الرابعة المظلومية والسمة الخمسة الإحباط والسمة السادسة الحساسية والسمة السبعة العشوائية زاد فينا ده قوي ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا إن الاستعجال مضيعا للأمال عشان كده لازم نتكلم عن حل الاستعجال اللي بيراهن عليه كل من يريد أن يختص بالأرض والأرض هو بيراهن على إن إحنا نستعجل يرسم لنا الخطة ونقع إحنا في الوحلة اللي هو عزي وقعنا فيها ونستعجل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبة كان قادر يعمل حياة كثيرة هو في مكة حتى سيدنا عمر حاول هو حتى بيغادر مكة يعمل شوية بعض الأشياء التي تكشف عن القوة زي ما سيدنا الخباب كان يقول لحضرة النبي ألا تنتصر لنا ألا تدعو لنا إذن المسألة ليس مسألة هروب لأن الهروب الهروب يخلي الإنسان لما يهرب ولا لما يتسرع يسقط منه نصف المتاع ولذلك الأنا من الرحمن والعجلة من الشيطان إحنا محتاجين لإعادة رؤية الحياة مرة تانية ناس كثيرة بتقول ليه كل ده بيحصل دلوقتي وبيقولوا أنا آسف بيقولوا المولانا سبحانه وتعالى ليه مش هتنصرنا ليه ما بتنصرناش وبيكون الجواب وليتم الله سبحانه وتعالى هذا الأمر فالأمان بيد الله طب فين مشكلة في اللي احنا عايشينه ده المشكلة إن السبع الصفات اللي احنا قلنا عليهم اللي هي الفردانية والمزاجية بتاخد الإنسان وتنزله في سابع أرض وفي وحلة بيغوص فيها وهي إن الكون ده بتديره الأحداث أو مساوئ وخسائس الناس فيحس إن الدنيا دي ملك للصهاينة أو ملك لهذا التحالف الأسود اللي هو تحالف أهل الشر أو تحالف الذين تركوا الإنسانية وباعوا الإنسانية لا لشين إلا لمصالح زائفة فإيه اللي بيحصل فيشوف إن الحياة كده خلاص بص واتدمرت فبيشوف إن الحياة بيدرها الماكرون والأشرار واللي في إيديهم القوة والسروة وده أسوأ شيء ممكن يعبر الإنسان دي ويسقط في وحلته لأن ساعتها هيكون بيعبر عن موات القلب إنك تشوف الأحداث ولا ترى رب الأحداث ولا ترى رب الناس فيبقى دوة شيء في أسوأ ما يكون طيب ده موت للقلب فإزاي نحي القلب إزاي القلب يحيا يحيا والقلب ممكن يموت وإحنا في الأحوال اللي زي دي طبعا قلوب الناس اللي حست أني ما فيش فايدة وإحنا كده ضعنا وإحنا كده خلاص لا خارس تعالوا نحي القلوب دي نحي القلوب بإيه بسر قولي تعالى أو من كان ميتا فأحييناه واجعلنا له نورا يمشي به في الناس إذن إحنا محتاجين شيء أنا بسميه النفس المنير يبقى عندنا نفس منور النفس المنور ده غير النفس الطويل إحنا مش عايزين نفس بس يخلينا نصبر إحنا عايزين نفس يورينا يخلينا نرى بنور الله إحنا محتاجين ساعتها لما نشوف بنور الله عنشوف أن أنفسنا مش هي الحاجة اللي بنعيش بيها عنشوف أن الأنوار هي اللي بتخلينا نعيش وساعتها حياتنا ما تتأس بالأنفاس تتأس بالأنوار ويبقى الأنوار دي اللي جاية ثابتة بمدد الله سبحانه وتعالى الحياة كلها يا سادة تقدر تفهمها من أول زهور لسيدنا آدم على شاشة الوجود ماليكة بتسأل قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها لو أردت أنك تفهم الحياة بنظرة أو من كان ميتا فأحيناه واجعلنا له نورا يمشي به في الناس الحياة مدرسة تتعلم فيها لتعمل بأمل أمل إيه؟ أمل تتعلق فيه بالله سبحانه وتعالى أول لحظة جينا فيها للحياة وعرض الله سبحانه وتعالى سورتنا على الملائكة ربطنا سبحانه وتعالى بالعلم ففي الحياة إحنا بنتعلم من المعلم الأجل الله سبحانه وتعالى ثم نعمل بهذا العلم بس بشرط أن احنا لما نيجي نعمل بهذا العلم يكون كلنا أمل ورجاء في مولانا سبحانه وتعالى فبقين من الله وإلى الله وبالله ومع الله من الله علما وإلى الله أملا وبين ذلك وذلك ما بين من الله علما وإلى الله عملا بينهم ايه الذين أمنوا وعملوا الصالحات فمن الله وإلى الله اتعلمت درس مهم من سيد بن عطاء الله السكندري وهو بيعلمني في إزاي أبص لمدرسة الحياة بيقول إيه كلما أرادت همة سالك أن تقف نادة وواتف الحقيقة الذي تطلبه أمامك فابتدت أسترق لحقائق الحياة والله سبحانه وتعالى دائما عشان تعيش بالنور أو من كان ميتا فأحيناه واجعلنا له نورا يمشي به في الناس ففيه هاتف كان بينادي علينا كلنا بيقول له الهاتف إذا اشتدت الأحوال لا تحزن فإن الملك اللطيف الذي معك هو الذي معك على كل حال ما تحزنش مش حاضرة النبي قال له كده قال لي سيدنا أبو بكر لا تحزن إن الله معنا كل اللي بنشوفه الأحداث بيقول لنا إلا يحصل إلا يحصل إن احنا بنتعلم عشان نعمل كل ده آه كل ده طب هي بالبساطة دي فالجواب إنها يسيرة على من يسر الله عليه وعسيرة على من لم يوفقه الله سبحانه وتعالى إلا ذلك اليسر الأزمة يا سادة إن إحنا عاوزين نشوف الكون كما نريد لا أن نحيا حياة العبيد إحنا عاوزين إن محدش يتأذى ولا عاوزين نتوجع لإزاء إخوانا لكن ده مش معناه إن ده ينعكس على معاملتنا مع ربنا المفروض ينعكس على ثقتنا في مولانا إن إحنا نزداد ثقة في مولانا ونزداد أمل في أن الله سبحانه وتعالى سيأتي بالنص ومنكنش إيه من الذين يستعجلون وأنا عشان كده بقول لحضراتكم إيه اللي يخلينا نكون من الذين لا يستعجلون أول حاجة اترك التبرير لا تلوم الناس وتبرر لنفسك ممكن المقاومة على فكرة تكون عند الناس كلها تقاوم الوسواس والخواطر وتقاوم النظرة السيئة لأهل بيتك فبلاش تبرير ما تبررش لنفسك لأن يعيش بالله الصهاينة اللي يخليهم بيعملوا كده وبهذا الإجرام وبهذا التوحش أنهم مبررين لنفسهم فأنت كمان ما تبررش لنفسك ما تبررش لنفسك أن الموضوع انتهى وأن أنت أفضل من أهل بيتك وأنهم أخطاهوا في حقك واترك كمان التمرير ما تمررش حياتك بدون تتبر وبدون تعلم فتعلم مع كل حدث إزاي تقدر تستمر في حياتك مش أنك إنت لو حصل عليك حدث شديد زي ما يجيلك درس ما تقدرش تذكره فتسيب المدرسة أو ده اللي بيحصل لما يجيلك درس ما تقدرش تذكره درس صعب تفضل لغاية ما تذكره كذلك لما يجينا حدث صعب في حياتنا مش هنسيب مش هنيأس هنستمر لغاية ما الدرس ده نتعلم منه وربنا سبحانه وتعالى يجعله يجلو ونصر الله سبحانه وتعالى قريب أليس الصبح بقريب هيأتي نصر الله سبحانه وتعالى تريد حاجة اترك التكدير في ناس عايزين حياتنا تتقدر ونوقف وما نشتغلش ما تجلبش على نفسك ما يكدر عليك نعمة الله سبحانه وتعالى وخاصة أنه أنت في البلاية أنت وفي البلاية أنت في نعمة من الله فكن موجوعا ولا تكن ميتا ما تموتش ما يموتش قلبك ولا تموت حياتك لازم تكون في حالة اتزان لأنك ما زلت في محل نظر الرحمن وينزل عليك النعم واللطف في كل آن فما تكدرش الحياة بما يجعلك لا ترى نعمة مولاك الحاجة الرابعة اترك التنظير ما تعدش بقى تنظر على الله تقول لله سبحانه وتعالى يعني ما كانتش تنفع كده ولو عملناها كده ما كانتش أحسن كده ولذلك الله سبحانه وتعالى ما تقولش لمولاك سبحانه وتعالى انك مش فاهم ولكن روح لمولاك وعيش بسر واتقوا الله ويعلمكم الله عايز تفهم اتق الله سبحانه وتعالى انا هقول شوية اجراءات كده ممكن تساعدنا على ان احنا ما نستعجلش ونعمل ايه ويبقى نفسنا نفس منور اول حاجة لازم تكون صاحب امل على الدوام لان الحياة كلها بيد الله سبحانه وتعالى اليس الله بكافر عبده لازم يكون عندك ورد يثير في قلبك الامل زي ان انت تقول لي مولاك سبحانه وتعالى يا سندي ويا سعدي انت وحدك مددي يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي ردة الاسكار اللي بتذكرك بمعاية الله على الدوام تاني حاجة ابدأ كل يوم بعزم على انك انت تغير ولو حاجة بسيطة في حياتك ايه اللي حاصل تغير قطيعة كانت بينك وبين الله وبينك وبين الناس تغير قطيعة الرحمة تغير قطيعة لأهل بيتك اللي محتاج يتعلم علمه واللي محتاج للامان امنه فده يعود على نفسك بالنفس المنور لا تترك الخلوة مع الله وتقول يا سيدي حاول تكلم مولاك وما تتركش الخلوة مع مولاك وقال لي سيدك سبحانه وتعالى وانت بتكلمه في هذه الخلوة يا سيدي اعلم ان الحياة بيدك وانا بيدك فان كنت لا ارى فاجعني كاني ارى عندما ارى مددك ونورك يهديني السبيل لما تعمل ده وتكرر ده ويبقى عندك في خلوتك انك تقول لله سبحانه وتعالى اللهم اني اعلم انك رب الناس وانك تملك الاحداث وانك لا يخرج نفس من الانفاس الا بما تريده لنا فاللهم اجعني من اهل البصيرة وانقذني من الالتباس واجعني من اهل الثبات قبل الممات واجعني من اهل الحياة الذين يرون نعمتك ويرون ما ينزل علينا من الالطاف والهبات يا ربنا نسألك على الدوام السبات ونسألك ان تجعل النور يسقي قلوبنا ولا يتوقف قلبي عن السمار والانبات يا رب العالمين السماء امنا في الله سبحانه وتعالى لا ينقطع ربنا سبحانه وتعالى دايما ننظر الينا واحنا بنعيش بهذا النظر ولذلك محدش هي يائسنا كلنا امل وعن نستمر في العمل يا سادة بعد الفاصل نكمل عملنا ونتلقى اسئلتكم المباركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بينامج ولا تعسروا اللي بتظل معنا ويظل جسر النور ممتد ونظل مستمرين في عمالنا وفي أمالنا في الله سبحانه وتعالى ويتظل هذه الصفحة باب من أبواب البقاء في مجالس العلم ويفضل مدد ربنا سبحانه وتعالى معنا وتوفيقه يا رب العالمين ونتلقى أول سؤال معنا النهاردة الأستاذ منصور من سهاج أستاذ منصور أستاذ منصور أستاذ منصور أستاذ منصور أستاذ منصور لا أسمحت اتصل بنا مرة تانية لو تكرمت لو انتصل بنا مرة تانية لو أسمحت عشان استوات واضح أنه كان فيه مشكلة يا سيدة احنا ما زلنا حتى الآن بنتكلم فيه أنه احنا نسير في هذا الطريق وبعض الناس يتصوروا طب وهل اللي احنا بنعمله ده تكافي لما نحن فيه في هذا الظرف الحقيقة كافي بمعنى إيه كافي بمعنى أنه هو هيأتي بكل اللي احنا بنريده الله سبحانه وتعالى سيغير كل شيء والله سبحانه وتعالى سندنا والله سبحانه وتعالى معنا نعم أستاذ منصور ترجع لينا مرة تانية تفضل سلام عليكم عليكم سلام عليكم أستاذ منصور ازاك يا بولانا بخير الحمد لله تفضل يا سيدة أستاذ منصور أنا بس أتمنى على حضرتك أن حضرتك تواطر التلفزيون حاضر حاضر تحياتي لحضرتك ونأسرك البرنامج عاجز عن الشكر والله الله كريمكم يا سيدة تفضل كفانا يعني نفعان الله ذك وجعله في ميزان حسناتك بس أنا كان لي طلب عند حضرتك لأننا بنحب بنشوفك جدا يعني ودائما ودائما بننورنا كده وبنشوفك وأولاد الصغيرين بيشوفوك الله يرضى عنك يا سيدة ما تقريمش فنتمنى بس من حضرتك هو طلبين صغيرين فنحنا يعني أنا بعاني يعني من حاجات بنشوفها في الشارع على طول وبنشوفها في مجتمعنا الشباب في الشارع لا تعلن معنى الجيرة يعني مش فاهمين يعني ايه جيرة ممكن صوتهم يبوا عالي جدا في الشارع أولياء الأمور سيباهم في الشارع فسوف يسألون عنهم يعني الجيرة نفسها الجيرة نفسها بقى الجار دلوقتي بيتدكك لجاره وبقى يزعج جاره وبقت العملية للأسف يعني أنا من الجيل الأديم اللي شفت الجار المخترم والجار اللي هو كنت بخاف منه وبحترمه زي والدي دي يا أستاذ منصور ما لهاش دعوة بالجيل الأديم لكن ديها دعوة بالقيم وبالأخلاق وبالمعاني الصحيحة يعني ما ينفعش أن الناس تأذي بعضها وإحنا كنا بنتكلم على مسألة الفردانية دي تفضل أستاذ منصور للأسف مولانا الموضوع الموضوع ده ظاهرة حتى طلبة المدارس هم المفروض على قدر من علم يعني أو قدر من ثقافة المفروض كمدرسين وكأولياء أمور يعلموا أولادهم والشباب في الشارع يعني صدقت أحسنت معنى التاني السؤال التاني يا أستاذ منصور أستاذ منصور سمعني الجيرة الجيرة لفسها صد هو ده السؤال التاني هو ده الأول والتاني الجيرة الحقيقية اللي هي بالمنازل والعمارات والجيرة اللي غير معروفة اللي هو المرة في الطريق والناس اللي هي ممكن شؤال شباب تنقلهم خضرتك يعني بالدرجة البلد على المواصل لحد الفجر لحد الفجر وما فيش إنسان دلوقتي كبير يقول كله يقول أنا مالي احنا وصلنا لإيه طيب خليني أكلمك أستاذ منصور على الأمر دوت الأمر دوت في الحقيقة أنا عندي أسباب كتيرة بتجعل المسألة تستفح أولا احنا عندنا حصل تغير السمات اللي أنا قلتها اللي هي السمات السابعة دي منها سمة الفردانية الفردانية خلت الناس ما يعرفوش جرانهم مين بما إنهم ما يعرفوش جرانهم ما يعرفوش كمان أحوال جرانهم وبما إنهم ما يعرفوش أحوال جرانهم ما يعرفوش إن الطريق العام والأشياء العامة هي عامة لنا كلنا لأن هما ما بقوش يعرفوا جيرانهم ولا يعرفوا أحوال جيرانهم ولا يعرفوا مين فأصبح وكأنه بيمارس في الشارع كأن الشارع ملكه ملكه ليه لأنه لا يرى فكرة الشأن العام أو الشيء العام أضف إلى ذلك شيء أسوأ وهو تعود الناس على العيش الافتراضي العيش في السوشال ميديا فبقى الناس لما بينزلوا للشوارع هما متعودين أنهما بيعملوا اللي هما عايزينه زي ما بيعملوا اللي هما عايزينه في السوشال ميديا حتى لو أنهما آزوا الناس في أعراضهم أو آزوا الناس في أنهما يرسلوا أخبار لم يتأكدوا منها فهو كمان بيمارس في الساحة العامة وفي المكان العام ممارسة فردانية فهو بدل هو مبسوط من حاجة وشايف أنهو ده بيعيشوا وده يخليه يقع في حاجتين أنا شايف أن كلما الإنسان يئز جاره وكلما الإنسان يمارس ممارسة فردانية لا يراعي فيها الناس ده بينقص من إيمانه لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال قال بشكل واضح لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسي هنا ما حدش يقول له ما أنا بحب للنفس إن الناس تبقى فيها دوش لا ده معناه أنت بتحب النفسك إيه؟ بتحب النفسك الراحة وعدم الأذى يبقى لازم تحب الأخوك عدم الأذى ده معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنى حديث أن أنت لو موافق على أنك أنت تعيش في ضغيج تعيش الآخرين في ضغيج لا المعنى الصحيح أن أنت كما لا تحب الأذى لنفسك هو لا يحب الأذى لنفسي وعن نعمل إيه لما يجي ربنا يوقفنا ويسألنا عن جيراننا إلا حضرت نامي ظل جبريل يوصيه بالجار حتى ظن أنه يورسه الشارع العام فيه جيرة برضو مش الجيرة بس في العمرات ولا في الأبنية ولا في البيوت كمان الشارع فيه جيرة وعشان كده لازم نحترم وكمان بينضف أليه كمان تحذير الرسول الله سلم أعطوا الطريقة حقا وعشان كده إحنا محاطين بمراعال الناس فلازم نتقل الله سبحانه وتعالى ونعلم أولادنا ده ونعيش ده بشكل واضح نعم أستاذ زفاتي أنت تفضل السلام عليكم وعليكم السلام عليكم حضرتك أستاذ زفاتي أنت تفضل حضرتك أنا كنت يعني بالنسبة أبو ولادي والدهم اتوفى من إسباعي رحمه الله ربنا يجعله في سحل جنة يا رب أحنا بلد ما كانش في علاقة بيننا وربنا من عشرين سنة فهنا يعني المهم أنه طلبنا قبل ما يتوفى بيومين ودفلناه وعملنا الوجب نحيته نعم بس للآتف من أسبوع ناس يا ما اتصلت بينا أنه عليه ديون وعليه قضايا وعليه مبالغ جامدة فإحنا دلوقتي حتى لو مصاريف الجنازة هتطلع لأولاده مش هتكفج أكله فإحنا مش عابطين نبرأ زمته إزاي ولا نسدده إزاي هو كان بتعمل معهم بأرصار أنا مش عارفة يعني احنا الوقت حيارانين مش عارفين نعمل إيه لأنه برضو مهما كان المبالغ كبيرة طيب والناس ناس مركبية ونس يعني الناس ما عنده زميل كانت شافية بمبالغ كبيرة كويس أنت حذيك دلوقتي أستاذة أستاذ فاتم بتسألين نعمل إيه لو هو مات وعليه ديون كتيرة لا نستطيع أن نقوم بسدادها وليس عنده تركة تسدد منها الديون صحي كده؟ لا لا أه طبعا أنا أجاوب أولا كل الوقت مش عايزين نأصره برضو عشان خاطر ربنا عشان برضو حرام أنه يبقى مديون بالطريقة دي أجاوب على حدك أستاذ فاتم أستاذ فاتم سألتني بشكل واضح بتقول لي أنه مات لعنده تركة ولا هما يقدروا يسددوا دينه أول حاجة لا هما يقدروا يسددوا دينه محدش بيطلب منهم أن هما يستدينوا عشان يسددوا دينه لأن في الحقيقة لا يكلف الله نفسا إلا وسعى صحيح الدين دا عليهم أن هما يسددوا إذا كان هناك تركة وإذا كان هما يستطيعوا أن هما يسددوا الدين بأنهم كان عندهم أموال عندهمش أموال ليس عليهم أن هما يقوموا بتسديد هذا الدين ولذلك المسألة ببساطة عليكم أن انتوا تكتهدوا إذا كان توفر إليكم مال تسددوا هذه الديون أما إذا كان هذه الديون لمؤسسات في مؤسسات بتسقط الديون عندما يتوفى الشخص الذي عليه داي فإحنا لو استطعنا أن نعمل كده فإن شاء الله سبحانه وتعالى يكون الأمر أحسن طب إنت حذك بتسألي بقى طب هو إذا هو ما تسددش الدين اللي عليه وما كانش معانا أموال نسدد الديون اللي عليه لو أنه كانت هذه الديون بغير تقصير ولكن هو قام بهذا فخسر بسبب جائحة أو بسبب أي تغيرات من التغيرات الاقتصادية ولم يكن هناك تقصير إن شاء الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنه أما إذا كان هناك تقصير فإن شاء الله في رحمة ربنا وفي فضل ربنا ندعو أن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه وإن شاء الله ربنا يحمل عنه ذلك ويعفو عنه إن شاء الله فندعو الله سبحانه وتعالى أنه يعفو عنه وإذا كان هو لم يترك سداداً لهذا الدائل وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنه ولكن إحنا علينا أن نكتهد أن نسدد للناس ديونهم فإذا لم نستطع لا يكلف الله نفساً إلا وسعى يا سادة، الآن تكلمنا عن عدم الاستعجال وإن الاستعجال ده صفة قد تدمر شعوب وقد تدمر أمم وقد تدمر أناساً لا يكون عندهم إلا أنهم كانوا فقط عندهم سيناريو لحياتهم وهذا سيناريو لحياتهم الله سبحانه وتعالى أراد أن يعرفوا أن الأمر كله بيد الله فعلينا أن نكون من أهل الثبات ولكن لا يدفعنا أحد إلى أن نتعجل لأن العجل من الشيطان والأنات من الرحمن ولكن هذا لا بد أن يكون في غاية الاتزال نثبت على قيمنا، ندافع عن أرضنا ندافع عن أرضنا ولكن بيقين من أن الله سبحانه وتعالى سيزيل كل هذا ونحن في مدد الله فلا نحسن ولا نخاف لأن الله معنا سبحانه وتعالى ومن كان الله معه يكتب على قلبه أليس الله بكاف عبده؟ يا رب، يا من تكفينا؟ نسألك يا مولانا أن تدخلنا حصنك، حصنك المنيع الذي ربيت أنا عليه اللهم من أرادنا بسوء، فاجعلوا يا ربنا مشغولاً بأمره، واجعلوا تدبيره تدميره، واجعلوا يا ربنا في من جعلتهم في ظلمات حتى يذهب ريحه اللهم إنا نسألك وأنت الكريم أن تجعلنا من أهل اليقين من أن مددك أقوى من العدة وأن مددك هو أحسن عدة يأخذها من وثق فيك وتيقن من أنك يا مولانا لا تترع عبادك الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين بسبات ويقين في كل وقت وحين يا رب العالمين اشتركوا في القناة